أصدقائي صديقاتي كريمة سمني تحييكم وأترحب بكم في الحلقة السابعة عشر من سلسلة دروس تعلم اللغة اليابانية تتمحور دروسنا حول تمثيلية تحمل عنوان اليابان حبي وفي كل حلقة من التمثيلية تعبير رئيسي تحفظونه بطل القصة ليو وصل إلى اليابان للمشاركة في تدريبات الأيكيدو وسيقيم في منزل مدربه ماساكي وانتهى الدرس السابق عندما أخذ ليو حماما وخلد للنوم استمعوا إلى حوار اليوم إليكم الآن معاني الجمل والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملا مرة أخرى والآن إليكم تعبير اليوم إنها الجملة الرئيسية التي أريدكم أن تحفظوها فاستمعوا جيدا تعبير اليوم هو ومعناه صباح الخير إنها تحية الصباح التي تقال لمن تراه لأول مرة في ذلك الصباح أي لا يجوز تكراره لنفس الشخص في نفس الصباح المعنى الحرفي هو مبكر لذا عادة ما يستخدم حتى الساعة العاشرة صباحا أو نحوها الجملة أوحايو جوزايمس هي جملة مهذبة تستخدم لمن هو أكبر سنا أو أرفع مقاما أما عند تحية الأهل أو الأصدقاء أو من هم أصغر سنا نحذف من أوحايو جوزايمس الجزء جوزايمس لنقول أوحايو اليابانية في كلمتين وهي الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعبير اليوم هو أوحايو جوزايمس أي صباح الخير كما ذكرنا أنه عند تحية الأهل والأصدقاء في الصباح نقول أوحايو هذه هي تحية الصباح أما تحية ساعات النهار فهي كونيشوا وتستخدم تقريبا من وقت الظهيرة حتى قرب الغروب أما تحية المساء فهي كونبانوا هاتان التحيتان أي كونيشوا و كونبانوا ليس لهما أسلوب رسمي أو غير رسمي بل يجوز استخدامه مع زميلك ورئيسك على السواء أما التحية التي تقال قبل النوم فهي تصبح على خير وهي أيضا تحية يمكن استخدامها مع أي شخص ولكن إذا كنت تحدث إخوة أو أصدقاء قريبين يمكنك حذف النصف الأخير فتقول وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي وبهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر